عبد الملك بن مروان المؤسس الثاني للدولة الأموية هو أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية القرشي ولد عبد الملك بن مروان سنة 26 هجرية الموافق 646 ميلادية وتربى في المدينة المنورة وكان أبوه مروان بن الحكم واليا عليها في عهد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه تتلمز عبد الملك بن مروان على كبار الصحابة من أمثال عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم وبرع في الفقه حتى عد من فقهاء المدينة هو خامس خلفاء بني أمية تولى الحكم بعد أبيه مروان بن الحكم سنة 65 هجرية الموافق 684 ميلادية وكانت الدولة الإسلامية مقسمة بين خلافتين الدولة الأموية تحكم مصر والشام وخلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه والتي كانت تحكم العراق والحجاز وكان عبد الله بن الزبير يدير خلافته من مكة استعمل عبد الملك بن مروان الحجاج ابن يوسف الثقافي لكي يبسط نفوذ الأمويين على كامل الأراضي الإسلامية خرج الحجاج ابن يوسف الثقافي إلى العراق فهزم والي البصرة ثم توجه الحجاج بجيشه إلى الطائف ثم إلى مكة وحاصر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فيها ونصب المنجنيقات على جبل قعيك عان وجبل أبي قبيس واستمرت الحرب عدة أشهر وقتل ابن الزبير وهزم جيشه ولى عبد الملك بن مروان الحجاج ابن يوسف الثقافي العراق لكثرة الفتن فيها فلما ظهر عبد الرحمن بن الأشعس لينقلب على الدولة الأموية قتله الحجاج كان عبد الملك بن مروان يقود الجيش بنفسه ولقب بأب الملوك لأن أربعة من أبنائه تولوا الخلافة من بعده وهم الوليد وسليمان ويزيد الثاني وهشام اهتم عبد الملك بن مروان بالعلوم وقرم العلماء والمفكرين وأنشأ دور العلم في المدن الإسلامية وأصبحت دمشق في عهده منارة للعلم حرص عبد الملك بن مروان على تأمين حدود الدولة وأخضع أرمينية وسواحل سورية وفتح حصون مرعش وأنطاقية وعامورية أصدر عبد الملك بن مروان أول عملة إسلامية ووحد أوزانها وكسى الكعبة بالديباج والحرير الذي كان يصنع في دمشق ويرسل إلى مكة وفي عهدي أيضا تمت مواصلة حرقة الفتوحات الإسلامية وأكمل الفتوحات الإسلامية في شمال إفريقيا واتسعت في عهده الدولة الأموية لتصل إلى حدود سيجستان شرقا وهو إقليم في إيران ويسمى حاليا سيستان وبلوشستان في عهد عبد الملك بن مروان تم تعريب الدواوين وتنقيط المصحف لتصحيح كراءته خاصة بعد الفتوحات الإسلامية وأنشأ عبد الملك بن مروان مسجد قبة الصخرة في بيت المقدس وشهد عهد عبد الملك بن مروان استقلالية الاقتصاد والشؤون المالية للدولة الإسلامية قضى عبد الملك بن مروان على المشكلات السياسية وأعاد الاستقرار للدولة الإسلامية وأرسى قواعد الدولة القوية على أسس متينة لذلك اعتبره المؤرخون المؤسس الثاني للدولة الأموية توفى عبد الملك بن مروان سنة 86 هجرية الموافق 705 ميلادية عن عمر يناهز 60 سنة وأوصى قبل وفاته بالخلافة لابنه الوليد وبولاية العهد لابنه سليمان وكانت مدة خلافة عبد الملك بن مروان 21 سنة اشتركوا في القناة